السلام عليكم ورحمة الله قال الملأ من بني إسرائيل طالوت ذاك الدباغ ملكا علينا كيف كان أمر غريبا وعجيبا لم يحدث من قبل أصاب الملأ من بني إسرائيل بالتعجب والدهشة والإنقار والاعتراض الشديد كيف يكون ملك علينا وهو ليس من بيت النبوة ولا من صبت الملوك وكان الملوك من صبت يهوذى ابن يعقوب وكان الأنبياء من صبت لاوى ابن يعقوب بينما كان طالوت من صبت بن يامين ابن يعقوب وقال أثرياء الملأ من بني إسرائيل طالوت الفقير الذي لا يملك شيئا من المال يكون ملكا علينا أنى له ذلك فقال لهم نبيهم ذاك اختيار الله وليس اختياري إن الله اصطفاه عليكم وزاده بسطة في العلم وقوة في الجسم والله يؤتي ملكه من يشاء والله واسع عليم فكان لابد من آية وعلامة ومعجزة حسية ليقبل بني إسرائيل بملك طالوت وقال لهم نبيهم إن آية ملكه أن يأتيكم التابوت فيه سكينة من ربكم وقال لهم نبيهم إن آية وعلامة ملكه أن يأتيكم التابوت الذي سلب منكم من قبل وكان التابوت ذا شأن عظيم ومكانه ومنزله رفيعة عند بني إسرائيل وكانوا إذا حاربوا قدموا التابوت أمام الجيش فيكون ذلك سبب نصرهم فلما تبدل الحال ببني إسرائيل وعصوا ربهم سلب منهم التابوت وفقدوه زمنا طويلة وبني إسرائيل على مر الزمان قوم ماديون لا يؤمنون إلا بالأمور الحسية والإتيان بالتابوت لا شك هو آية وعلامة على ملك طالوت عليهم فيه سكينة للنفوس وطمأنينة للقلوب ورحمة وجلال ووقار من ربكم وفيه بقية من أشياء تركها آل موسى وآل هارون فيه التوراة وفيه الرضاد وفتاة الألواح التي تقصرت وفيه عصى موسى وعمامة هارون وشيء من المن الذي كان ينزل على بني إسرائيل في التيه تحمله الملائكة قال عبد الله بن عباس رضي الله عنه وأرضاه جاءت الملائكة تحمل التابوت بين السماء والأرض حتى وضعته بين يدي طالوت والناس ينظرون والملائكة عالم غيبي مخلوقون من نور لا يأكلون ولا يشربون ودائما يسبحون وللملائكة قوة خارقة لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون إن في ذلك لآية لكم إن كنتم مؤمنين إن في ذلك لأعظم برهان على استفاء طالوت ملكا عليكم بأمر الله إن كنتم حقا مؤمنين ومصدقين بالله ورسله وقال لهم نبيهم إن آية ملكه أن يأتيكم التابوت فيه سكينة من ربكم وبقية مما ترك آل موسى وآل هارون تحمله الملائكة إن في ذلك لآية لكم إن كنتم مؤمنين ودعونا الآن نتأمل ونتدبر في بعض فوائد الآية الكريمة من رحمة الله بالعباد أن يؤيد الرسل بالآيات والعلامات والمعجزات ما نحن فيه من خير الله قد يسلب منا إن عصينا الإيمان يزيد بالطاع وينقص بالمعصية السكينة تتنزل على المؤمنين تثبت قلوبهم وتشرح صدورهم ومن أهم أسباب نزول السكينة قراءة الكرآن وتدبر آياته نؤمن بوجود الملائكة إيمانا قطعيا لا شك فيه لا ينتفع بالآيات إلا المؤمنون نسأل الله العظيم أن نكون منهم جزاكم الله خيرا